موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد ففي شهر القرآن الكريم حيث يقول الحق سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نعيش مع القرآن الكريم تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض مواضع الجمال والكمال في القرآن الكريم حيث حدثنا القرآن الكريم عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والصراح الجميل والوجه الجميل واللباس الجميل والسعي الجميل والعطاء الجميل والقول الجميل فهو كتاب الكمال والجمال واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن جانب آخر من جوانب الكمال والجمال في القرآن الكعيم وهو الكمال والجمال اللغوي والبلاغي والإسلوبي والبياني فكما تحدث الإمام عبد القاهر عن القرآن الكريم فقال هو الكتاب وهو الكلام الذي يهجم عليك الحسن منه دفعة واحدة فلا تدري أجاءك الحسن والجمال من جهة لفظه أم من جهة معناه إذ لا تكاد الألفاظ تصل إلى المسامع والآذان حتى تكون المعاني قد غزت القلوب والعقول إنه كلام أب العالمين نقف مع بعض مواضع ومواطني الكمال والجمال اللغوي ونبدأ بقوله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرُ أهل العلم يقولون إن اللغة العربية على سعتها وامتدادها ومرونتها وعظمتها لا يمكن أن توافيك بكلمة أو بمفعادة يمكن أن تقوم مقام كلمة إصلاح وأن تسد مسدها في هذا الموضع فبعض الناس يتحدثون عن إطعام اليتيم أو كفالة اليتيم أو الرحمة باليتيم أو العناية باليتيم نقول اليتيم قد يكون فقيرا فيحتاج إلى النفقة إلى الإطعام أو الكسوة أو المأوى وهنا يكون الإصلاح بالنسبة لليتيم الفقير أن توفع له ما يحتاج إليه من طعام أو كسوة أو مسكن أو نحو ذلك وقد يكون اليتيم غنيا ولا عائل له من أهله وخصته فيحتاج إلى من يقوم له على تجاراته أو زراعته أو صناعته فيكون الإصلاح أن تقوم له بذلك وأن تعنى بمصالحه تجارة أو صناعة أو زراعة أي تقضي له ما يحتاج إلى قضائه وقد يكون اليتيم غنيا وله أخ أو عم أو ابن عم يقوم على شؤونه وهنا يحتاج اليتيم إلى الرحمة وإلى حسن المعاملة وأن يكون كل إنسان له أبا إذا زاب إلى الطبيب وجد في الطبيب أبا حانيا وإذا زاب إلى المدرسة وجد في المدرسة معلما أبا حانيا وهكذا في كل شؤون الحياة حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعات حسنة في هذه الحالة يكون اليتيم محتاجا إلى الرحمة إلى الحنو إلى الشفقة وقد يحتاج اليتيم إلى التهذيب والتقويم والتأديب من كافله أو من ولي أمره ذلك أن بعض الناس قد يتحرقون حتى من تأديب اليتيم يظنون أن ذلك جوه عليه كما أن له حقا في الإطعام والنفقة والعناية له الحق أيضا في التأديب والتقويم والتهذيب وأن تجعله في ذلك بمسابة ولدك هذه عناية الإسلام باليتيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة وأشعر صلى الله عليه وسلم بأصبعيه السبابة والوسطى وقال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يفتح باب الجنة أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا ماءة تسابقني تبادعني فأقول من أنت أيتها الماءة فتقول أنا ماءة تأيمت على أيتام لي حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم له أو لغيره فكفالة اليتيم أي يتيم تجعل لصاحبها هذا الثواب هذا ما وصلنا به القرآن الكريم حيث يقول الحق سبحانه وتعالى ليس البر أن تول وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه زو القرب واليتام والمساكين وبن السبيل ويقول سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسعا ويقول سبحانه قال أيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم أول صفاته أنه يقر اليتيم فأما اليتيمة فلا تقر وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم فعلينا في هذه الأيام الطيبة في أيام رمضان شهر الجود والكرم أن نكرم الأيتام وأن نكرم الفقراء وأن نكرم المساكين وأن ندرك أن نواجب الوقت في رمضان هو إطعام الطعام وإكرام الأيتام وقضاء حوائج المحتاجين لعل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا الصالحة وأن يتقبل دعواتنا ورفع البلاء عن البلاد والعباد أما الوقفة البيانية الثانية فمع قوله تعالى وسيقى الذين كفعوا إلى جهنم زمعا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت أبوابها بدون نواو وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينزعونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ويقولوا سبحانه وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمعا حتى إذا جاءوها وفتحت بالواو وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبط فدخلوها خالدين هنا نجد في الآية الأولى في الحديث عن أهل جهنم والعياذ بالله حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بدون واو وفي الحديث عن أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها بالواو قال بعض أهل العلم ألوو هنا للحال أي الشأن في أهل الجنة حتى إذا جاءوها والحال أنها مفتوحة أمامهم وهذا من إقرام الله لعباده المؤمنين كما قال سبحانه جنات عدن مفتحة لهم الأبواب فمن مزيد إقرام الله لعباده أن جعل الجنة مفتحة الأبواب مهيئة لهم قبل وصولهم إليها أما أهل جهنم فيأخذهم العذاب بغتة أو فجأة والعياذ بالله وقال بعض أهل العلم ألوو هنا في قوله وفتحت واو الثمانية حيث كانت بعض الطبائل العربية تعد فتقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية فتأتي بلوهم على العدد الثامن والقرآن الكريم نزل على سبعة أحرف وراع بعض اللهجات العربية في بعض المواضع قالوا ولهذا نظار في القرآن الكريم في صورة الكهف حيث يقول الحق سبحانه وتعالى سيقولون سلاثة آبعهم كلبهم بدون واو ويقولون خمسة سادسهم كلبهم بدون واو عجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم بالواو فأتى بالواوي مع العدد الثامن على لهجة من يأتي بالواوي مع العدد الثامن من القبائل العربية وفي صورة التوبة يقول الحق سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمعون بالمعروف والناهون عن المنكر فأتى بالواوي مع العدد الثامن وفي صورة التحرين يقول الحق سبحانه وتعالى عصابه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكرا فأتى بالواوي مع العدد الثامن وقال بعضهم ان الواوي هنا لها معنى آخر وهو التنويع حيث ان النساء يمكن ان يكون مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ولكن لا يمكن ان يكون ثيبات وأبكرا في نفس الوقت لان المرأة اما ان تكون ثيبا واما ان تكون بكرا ولا مانع ايضا من ان تفيد التنويع مع كونها للسمانية ايضا اذا ما القصة وما الحكمة في ان تكون هذه الواو للسمانية في قوله وفتحت في الحديث عن أهل الجنة قال أهل العلم ابواب جهنم سبعة ابواب حيث يقول حقه سبحانه وتعالى لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقصوم اما ابواب الجنة فسمانية حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال عقب الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله اللهم اجعلني من عبادك التوابين واجعلني من عبادك المتطهرين فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء فلما كانت ابواب جهنم سبعة لم يؤتى معها بالواو لان العرب لا تأتي بالواو مع العدد السابع فقال سبحانه وسيقا الذين كفعوا الى جهنم زمعا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها ولما كانت ابواب الجنة سمانية جاء معها بالواو فقال سبحانه وسيقا الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمعا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها ولهذا دلالة كون رب العز عز وجل يجعل ابواب جهنم سبعة وابواب الجنة الثمانية هذا دليل على ان رحمة الله اوسع من غضبه قل يا عبادي الذين اصعفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب الجميع انه هو الغفور الرحيم وفي الحديث القدسي يا ابن ادم انك ما دعوتني واجوتني الا غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي وان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل كل من ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمة فلا تيأسهم الرحمة الله ونحن في شهر الرحمة شهر المغفعة شهر العتق من النار نسأل الله العلي العظيم ان يجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار الوقفة الوقفة الثالسة مع قوله تعالى في آخر صورة التحريم عن السيدة مريم عليه السلام وكانت من القانتين ولم يقل وكانت من القانتات فعبر عن المؤنس بلفظ المزكع قال اهل العلم ذلك ان امرأة عمران نزعت ما في بطنها لخدمة بيت الرب ولم يكن من عادة القوم ان تقوم النساء على خدمة بيوت الله عز وجل فلما وضعتها انثى قالت كما حدثنا القرآن الكريم في صورة آل عمران فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى وكانت بالطبع تتمنى ان تضع ابنا ليقوم على خدمة بيت الرب كما كانت تتمنى قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكع كالانثى ولم يقل القرآن الكريم وليس الانثى كالذكر وكأنه يقول لمراءة عمران ليس الذكع الذي كنت تتمنين كالانثى التي عزقتين فانها ستقوم بما لا يقوم به العديد من الرجال وقامت السيدة مريم عليها السلام بخدمة بيت الرب على اكمل وجه فلما قامت بفعل كان من العادة ان يقوم به الرجال نزلت في هذا الخطاب منزلتهم وكأنه يشير الى حظم ما قامت به السيدة مريم في خدمة بيت الرب ويقول الشاعر وما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال فالعبعة ليست بالذكورة او الانوسة وانما بما يقدم الانسان لخدمة المجتمع لخدمة الانسانية لخدمة دينه لخدمة وطنه العبعة بما يقدمه الانسان لا فرق في ذلك بين عجل ومرأة ونؤكد ان الاسلام كفل للمرأة حريتها وكرامتها واعطاها حقوقها كاملة خير منقوصة وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له انثى لم يقل من كانت له بنت وانما قال من كانت له انثى بنت اخت بنت ابن بنت بنت من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها ادخله الله الجنة ذلك ان بعض العاب كانوا يئدون بناتهم احياء خشية الفقر او العار ونهى القرآن الكريم عن ذلك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يئدها ولم يهنها لا بالفعل ولا بالقول ثم يذهب نبينا صلى الله عليه وسلم الى عقى انواع المسواه ولم يؤثر ولده عليها ذلك ان بعض الناس يفهموا حكم الله في الموايس للذكاء مثل حظ الانسيين فهما خاصا به فينقله الى كل جوانب الحياة فاذا ما كان في المنزل غرفتان مثلا غرفة كبيرة واخرها صغيرة جعل الكبيرة للولد والصغيرة للبنت وعبما ميز بينهم في الطعام او في الشعار او في الكسوة او في النفقة او في الملبس او في المطعم وهنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها في شيء ذلك ان احد الناس كان يجلس الى جانب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى ابنه فاخذه وقبله هذا الرجل الذي كان يجلس الى جانب النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ابنه على فخذه ثم جاءت ابنته فاخذها وقبلها وجعلها الى جانبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عدلت بينهما فيجب ان نسوي بين ابنائنا اتقوا الله وسووا بين ابنائكم في المعاملة واصعب من هذا من يحرمون المرأة حقها في المراث ومن يأكلون حقها ويؤسعون ابناءهم الزكور بالمراث وهنا نقول من يتدخل في تعديل المراث بحرمان المرأة او بحرمان البنات او بحرمان النساء كأنه والعياذ بالله يقول تقسيم الله لا يعجبني او كأنه يقول انا اقسم تقسيما احسن من تقسيم الله لانه لو راضي بتقسيم الله لاعطى المرأة والبنت حقها كاملا غير منقص ويذكر بعض الناس ان احد الناس حرم ابنته من المراث وجعل المال لابنائه الزكور فقط فانتظرت حتى دنت لحظة وفاته وجاءت ساعة غسله فقالت ابي انظر الي اريد ان ادخل على ابي اريد ان اودعه ولو بنظره فلما دخلت عليه نظرت الي مستشعرة ما وقع عليها من ظلم وعفعت يديها الى السماء وقالت اللهم انك تعلم انه قد حرمني بعض نعيم الدنيا اللهم اني اسألك ان تحرمه من نعيم الاخراء فمن يرضى لنفسه ان يقف مثل هذا الموقف وان لم تقوله البنت بلسانها فحالها يقول ذلك ومن هنا نحذر من يفتأتون على حق البنات في المراس من يفتأتون على حق النساء في المراس من يبدلون ما شاع الله من الموايس التي شاعها بنفسه من يظلمون البنت بان يفضلوا البنين على البنات في المطعم او في الملبس او في النفقة او في الكسوة او في التعليم المراس له حكمة وقوله تعالى للذكاء مثل حظ انسيين له حكم تحتاج الى محاضرة كاملة لشحية اما ما عدى الموايث اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم وسووا بين ابنائكم بنين وبنات تفوزوا وتفلحوا وتحظوا بطاعة ربكم واحمته واردوانه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنتاني او اختاني من ادبهما وعلمهما واحسن اليهما كنا سطعا له من النار يوم القيامة اي من كان له بنت او بنتان او اقل او اكثر او اخت او اختان فاقامها وعلمها وادبها واحسن معاملتها كانت سطعا له من النار يوم القيامة الموقف الثاني الذي تم مخاطبة المؤنس فيه بلفظ المذكر في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في قوله تعالى عن امرأة العزيز واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات لماذا عبى هنا بلفظ الخاطئين المذكر دون الخاطئات المؤنس العرب والاصلاء والفضلاء والناس جميعا يمتدحون المرأة بالحياء والعفة والاباء والتمنع وان تكون عزيزة وان تكون ابيا وان تكون متعففة وان تكون متأبية فالاصل في المرأة ان تكون مخطوبة ومطلوبة والاصل في الرجل ان يأتي خاطبا وطالبا وهو الذي يتقدم اما عندما تعكس المرأة الفطرة الانسانية السليمة على نحو ما كان من المرأة العزيز حيث يقول الحق سبحانه وتعالى وعودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيتلك هي التي عودت وهي التي هيأت المكان وهي التي طلبت وهو الذي وقف مستعصما بالله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون لما عكست امرأة العزيز الفطرة الانسانية الصحيحة السليمة جاءت تعبير اللغوي على خلاف الاصل ليناسب حالها الذي كان على خلاف الفطرة الانسانية وكأن القرآن الكريم ينبرنا ان نقف هنا الى ان هنا موقفا يتنافى مع الفطرة الانسانية السليمة وعندما حاول سيدنا يوسف عليه السلام ان ينجو بنفسه واستبق الباب قال اهل العلم سيدنا يوسف عليه السلام عاد ان يخذ واستبق هو وهي واستبق الباب وقدت قميصه من دب والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من عاد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي عودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل من الامام فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيد كنا ان كيد كنا عظيم وهنا وقفة يفرق علماء اللغة بين القد والقط والقطع القد القطع الطولي والقطع القطع يشمل القد والقطع وكانوا يقولون عن الامام علي رضي الله عنه كان اذا على بالسيف قد واذا دنى بالسيف قط امغاءة العزيز عندما حاولت ان تمسك بسيدنا يوسف عليه السلام امسكت به فشقت القميص بالطبع شقا طوليا ومن هنا جاء التعبير وقدت قميصه من دبر فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيد كن ان كيد كن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفر لذنبك انك كنت من القاطئين هذه بعض بعض وجوه العظمة اللغوية والبلاغية والبيانية في القرآن الكريم وللحديث فيها بقية ان شاء الله تعالى نسأل الله العلي العظيم ان يؤدبنا بأدب القرآن اللهم ادبنا بأدب القرآن واجعلنا من اهل القرآن وزقنا تلاوته اناء الليل واطعف النهار واجعلوا شفيعنا يوم الزحاب اللهم اجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم اجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم علمنا منهما جهلنا وزكرنا منهما نسينا وازقنا فيه حسن الفهم وحسن العمل به رب العالمين اللهم ان نسألك في هذه الايام الطيبة المباركة ان تعجل برافع البلاء عن البلاد والعباد اللهم عجل برافع البلاء عن البلاد والعباد اللهم عجل برافع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا يا بلاد العالمين واجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء أخاء واجعل رزقها أغدا في البر والبحر والسهل والجبل يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته